تم عقد عدد من الاجتماعات المتواترة في مجلس محافظة خمسة الحرار بعدد من النشطاء والأشخاص خلوط من العربية إلى خمسين شخص ثم بعد ذلك تم انتخاب بالاقتراع السرع وتم انتخاب عشرة أشخاص سلاسة أشخاص يمثلون تجمعاتهم الحدمية كالطبية والإغاثة ومجلس محافظة خمسة الحرار أما سبع الآخرين فتم انتخابهم بالاقتراع السرع وهذه اللجنة المنتخبة اللجنة البركزية هي والهيئة العامية من أجل متابعة شؤون المدنيين لتخفيف وطقة الحصار والمشاركة بكل شؤون التي تتعلق لحي الوعد مهما كانت